الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير قرار جاء للمرة الثالثة على التوالي بعد أن دأب المجلس على زيادته حتى وصل لأعلى مستوياته منذ 22 عاماً في مسعى لكبح معدلات التضخم منذ مطلع العام الماضي رفعنا نسبة الفائدة إلى خمس نقاط وربع النقطة المئوية وخفضنا كتلتنا النقدية بأكثر من تريليون دولار إن موقفنا المقيد إزاء مراقبة السياسة المالية بدأ يفرز ضغوطاً تؤدي إلى تراجع في النشاط الاقتصادي وفي التضخم وقررت اللجنة خلال اجتماع اليوم الحفاظ على هدف إبقاء سعر الفائدة الفيدرالية عند خمسة وربع النقطة في المئة ومواصلة عملية التخفيض الكبير لكتلة النقدية أسواق الأسهم شهدت انتعاشاً على وقع القرار فيما انخفضت عائدات السندات يقول الخبراء إن الاحتياطية الفيدرالية تمكن من تحقيق إنجاز صعب فإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمدة طويلة قد يعرض الاقتصاد للخطر ويتوقع الخبراء اتجاه المجلس لخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام المقبل كان فيه توقعات كبيرة منذ بداية 2023 بدخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود وده طبعاً هيكون ليه تبعات على الاقتصاد العالمي ولكن في الوقت الحالي وزيرة الخزانة ومجلس الاحتياط الفيدرالي يتوقعون تحقيق الهبوط الناعم أي عدم دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود في الفترة القادمة الأسواق هي العقود المستقبلية والعقود الأجيلة بتعكس خفض الفائدة اعتباراً من الربع الثاني من العام القادم وإجمالي ما بين 75 نقطة و100 نقطة أساس خلال عام 2024 السلع والإسكان والخدمات ثلاثة قطاعات شهدت معدلات التضخم فيها تراجعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين ومع هذا يواصل مسؤول السياسات النقدية مراقبة الأسواق عن كثب حتى يصل مؤشر التضخم الرئيسي لمستواه المأمول وهو 2% في هذا المتجر دولار تري كانت معظم السلع تباع بدولار واحد لكن منذ الجائحة زادت الأسعار بمقدار الربع تقريباً يأمل كثير من الأمريكيين أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها إلا أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي وإن كانت قد نجحت في السيطرة إلى حد كبير على معدلات التضخم إلا أن هذا لم يؤدي إلى عودة الأسعار إلى ما كانت عليه علي جمال الدين الحرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر